إعادة تنظيم قطاع النقل وهيكلة مؤسسات النقل البري أبرز مخرجات اللقاء الذي جمع وزير النقل رفقة نقابات القطاع التي ترحت جملة من الانشغالات التي حالت دون تطوير منظومة النقل في الجزائر لو كان كل الولاد يديروا مخططات نقل ولاية ومخططات السير اللي حاليا أغلبية الولايات ما عندهم في مخططات السير نبدأ حاجة بحاجة نبدأ بالهباس نبدأ مخططات السير نبدأ مخططات النقل رفع تسعيرت النقل الجماعي ما بين الولايات وتجديد الحضيرة الوطنية للحافلات كانت أبرز المطالب التي يلحو عليها الناقلون الخواص سيما وأنها وراء عزوف العديد من اللاقلين على الاستثمار في المجال إلى ما كانت تسعيرها جديدة غير ممكن غير ممكن تجديد الحاضرة غير ممكن الصيانة غير ممكن باش انتية تقولي الحد من حوات المرور لازم تكون حافلة مجهزة تقنيا على السلامة المرورية هذا ومن المنتظر أن تتجدد لقاءات وزير النقل رفقة الشركاء الاجتماعيين وهذا من أجل تجسيد حلول فعلية لنهض بمنظومة النقل والتحصين الخدمات بالدرجة الأولى